من رماله ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان عبد الحفيظ أهلا بك معنا الأوضاع الأمنية خلال الساعات الماضية خاصة بعد الاشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي يوم أمس نعم الأوضاع الأمنية ما زالت على حالها أوضاع متوترة مواجهات واسعة مزيد من الضحايا الفلسطينيين يسقطون بالرصاص الإسرائيلي الفرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة ربما أن معظم من يقتل في الضفة الغربية بالرصاص بينما معظم من يقتل في غزة بالصواريخ وإن كان الفرق طبعا في الأعداد كبير وكبير جدا الليلة الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم عقبة جبر في مدينة آريحة وقام بتفجير أحد المنازل يعود لمواطنا تتهم إسرائيل بتنفيذ عملية في وقت سابق ضد المستوطنين خلال هذه العملية اندلعت مواجهات واشتباكات مع شبان فلسطينيين فقتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون أصيب هذا الشاب بستة رصاصات من قبل الجيش الإسرائيلي وتم تشيع جثمانه في مدينة آريحة صباح هذا اليوم الآن الجيش الإسرائيلي متواجد في بلدة عارورة إلى الشمال من مدينة رمالة وربما هذا لافتا حيث اقتحم الجيش منزل لعائلة صالح العروري القيادة في حركة حماس وقام بتعليق لافتة كبيرة على المنزل هذه اللافتة مكتوب عليها هذا المنزل لقائد حركة حماس الآن أصبح ملكا ومقرا للمخابرات الإسرائيلية وذلك ربما في حركة استعراضية هناك حملة اعتقالات واسعة في قرية عرورة تجري الآن أيضا هذا يضاف إلى عدد كبير من المعتقلين تم اعتقالهم هذه الليلة نحو ثمانين فلسطيني حتى هذه اللحظة تمكننا من احصاء من تم اعتقالهم هذه الليلة معظمهم كالعادة قيادات من حركة حماس من حركة الجهاد صحفيون وإعلاميون مؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي ممن تتهمهم إسرائيل بالتحريض ربما اقترب العدد من ألف فلسطيني تم اعتقاله خلال الخمسة عشر يوما الماضية في إطار حملة اعتقالات واسعة ومكثفة تطال كما قلت أسرى محررون وأيضا قيادات من حركة حماس وناشطين من هذه الحركة خلال الاقتحامات هذه الليلة أصبحت أيضا تتوسع ظاهرة الاجتباكات المسلحة في كل اقتحام تقريبا هناك بعض المقاتلين أو بعض الفلسطينيين ممن يطلقون النار على القوات الإسرائيلية في محاولة لعرقلت عملها داخل المدن والقرى الفلسطينية كان هناك اشتباكات في نابلس في طباص في أيضا في قلقيليا وغيرها من المدن التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال الاقتحامات الإسرائيلية هذه الليلة هذه الاشتباكات هل أدت إلى شلل في الحركة العامة والحياة المعتادة في هذه المناطق من الضفة عبد الحفيظ؟ الشلل موجود منذ 15 يوما الحركة غير طبعية بتاتا التقيت في تجار في مدينة رمالله يقولون منذ 15 يوما لم نستطع إرسال بضائع إلى مدينة الخليل مثلا هناك تقريبا الطرق مقطوعة بشكل كامل بين محافظات جنوب الضفة الغربية وسط الضفة الغربية تحدث عن بيت لحم والخليل الحواجز مغلقة بشكل كبير الطريق إلى شمال الضفة الغربية مثلا من رمالله إلى نابلس صعبة وصعبة الغاية وهناك طرق التفافية على الفلسطينيين أن يسلكوها إلى أيضا جنين وقلقيليا وهذه المدن أيضا هوك الكثير من التعقيدات ربما يعني لذلك الجامعات الفلسطينية لم تبدأ دوامها حتى اليوم أنه كان مفترض أن يبدأ قبل نحو أسبوع وذلك بسبب استحالة وصول الطلبة إلى الجامعات في المدن الفلسطينية المختلفة الحياة مشلولة تقريبا الحياة التجارية موضوع العمال أيضا أصبح يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني نتحدث عن 160 ألف عامل تقريبا منذ 15 يوما بلا عمل هؤلاء كانوا يشكلون عصب الاقتصاد الفلسطيني ومحرك السوق هؤلاء الآن منذ 15 يوما بلا عمل ويبدو أن كلما طالت العملية الإسرائيلية كلما بقوا في بيوتهم وحتى يخشون من الاعتداء عليهم في حال دخلوا إلى إسرائيل لأماكن عملهم علما أن المعابر مع إسرائيل أيضا مغلقة حتى يومنا الحالي طيب ماذا عن توفر المواد الغذائية مستلزمات الأطفال هل هناك محال ما زالت مفتوحة لتبضع المدنيين منهم على سبيل المثال أغلب المدارس هل يمكن القول أنها مغلقة أم مفتوحة عبد الحفيظ المدارس عادت وفتحت أبوابها بعض المدارس تغلق أحيانا بشكل طارئ عندما يتزامن بدء اليوم الدراسي مع اقتحام إسرائيلي تكرر ذلك في عدة مدن ولكن وزارة التربية والتعليم أعطت لمديريات التربية قرار بشأن المدارس ولكن المدارس عادت بشكل طبيعي البضائع والأمور الأخرى متوفرة بشكل عادي كان هناك حالة من الهلع في الأيام الأولى وأقبال كبير من الفلسطينيين على التخزين مواد التموينية والمحروقات وما إلى ذلك ولكن الحكومة الفلسطينية عادت وطمأنت الفلسطينيين بأن معظم الأشياء الأساسية هناك مخزوم منها متوفر لمدة ثمانية أشهر وما زالت الكثير من البضائع تأتي تدخل من إسرائيل أو تدخل حتى من الأردن الضفة الغربية فيها نحو ثلاثة ونصف مليون فلسطيني وهي تمثل سوق خلفي للمنتجات الإسرائيلية وبعض المنتجات الخارجية وبالتالي لا يمكن لإسرائيل والمصانع الإسرائيلية أن تستغني عن هذا السوق الاستهلاكي الفلسطيني وبالتالي البضائع تأتي وموجودة ومتوفرة بشكل طبيعي داخل الضفة الغربية بعكس تماما قطاع غزة الذي يعاني الأمرين بالنسبة لهذا الأمر طيب الحركة في مناطق الضفة الغربية بين مناطقها هل هناك عقبات أو عوائق أكثر من الأيام الماضية نتيجة تصاعد الاشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي عبد الحفيظ؟ نعم كما قلت الكثير من الحواجز مقطوعة تماما هناك طرق التفافية موجودة وإن كانت هذه الطرق بالمناسبة مفتوحة إلا أن خلال الليل يمكن القول أن الضفة الغربية تدخل في حالة من المنع التجوال بشكل ذاتي وبقرار ذاتي لأن السفر على الطرق الخارجية يصبح خطيرا وخطيرا للغاية بسبب المستوطنين الذين يصنعون كماء على مفتركات الطرق ويقومون بمهاجمة السيارات الفلسطينية بالحجارة وبإطلاق الرصاص وبالتالي منذ اليوم الأول كان هناك تعميم لدى الفلسطينيين حتى تعميم داخلي أن أي شخص ليس لديه عمل ضروري وضروري جدا بضرورة أن لا يتنقل من مدينة إلى أخرى خلال بعد المساء يعني بعد حلول الظلام لأن ذلك خطير جدا ولا يمكن لأي أحد أن يوفر حماية وهناك عشرات الإصابات التي حدثت طوال الأسبوعين الماضيين نتيجة لهذا الأمر إما تحطيم زجاج أو إطلاق رصاص أو اعتداء من قبل المستوطنين على السيارات الفلسطينية في النهار يعني كما قلت يكون هناك حركة ولكن الحركة السعبة يضطر الناس لسلك طرق التفافية وطرق ترابية للوصول من مكان إلى آخر شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من رمالة مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان شكرا جزيلا لك